أما عن المجالات التي نشط فيها المستشرقون لتحقيق أهدافهم فقد تخصصوا في مجالات الأنشطة المعرفية والتوجهية العليا التي تفرغ منهم مجموعة من أجلها لدراسة أو أداء المهمات الاستشراقية وكان من بينها أولاً كراسي الدراسات الإسلامية العربية والشرقية في الجامعات الغربية ثانياً تأسيس الجامعات العلمية في بلدان العالم الإسلامي ثالثاً إنشاء الموسوعات العلمية الإسلامية رابعاً عقد المؤتمرات الاستشراقية خامساً عقد الندوات ولقاءات التحاور سادساً إصدار المجلات الخاصة ببحوثهم حول الإسلام والمسلمين سابعاً إمداد إرساليات التبشير بالخبراء من المستشرقين ثامناً تأليف الكتب والمؤلفات تاسعاً إلقاء المحاضرات في الجامعات والجمعيات والأندية العلمية عاشراً نشر المقالات في المجلات والصحف المحلية للبلاد الإسلامية 11. محاولة إفساد المرأة المسلمة